اشتركوا في القناة وقعات يوم الاثنين اربعة وعشرين اثنين القمر في الحوت في منزلة المؤخر ما زال موجود في منزلة المؤخر هاي المنزلة حكينا للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر وبما انه القمر موجود في برج الحوت معناته الفترة هاي والتركيز راح يكون على الناحية الروحية راح نشوف انه بتلعب دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع وما مننجح في التركيز في موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزو جانبا وبذرف الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغد ايابوا عن عملهم نتيجة المرض او شعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبال الغرام ممكن بشكل مفاجئ بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المريض وشراء الزهور واقتناء آل التصوير اما بالنسبة للحركة الفلكية لهذا اليوم اول زاوية رح تكون هي تقريبا الليلة يعني بداية من بعد الحلقة هاي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة اربعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي رح تصير خلال اليوم برضو ورح تكون استمراريتها لمدة تقريبا بحدود الاسبوعين هاي الزاوية زاوية التربيع سلبية رح تكون بين الزهرة والمشتري رح تكون في تمام الساعة اربعة وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني هاي ذروتها صارنا تقريبا بحدود الاسبوعين حاسين فيها ولكن انه رح تستمر كمال الاسبوعين واليوم رح يكون دروتها بتعزز الشعور لدينا البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا بفشلوا في ذلك يعني بحاول انهم يثبتوا حالهم بين الناس او في موضوع معين ولكن بلاقوا انهم رح يفشلوا في هذا الموضوع اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون بعد منتصف الليل تقريبا بحدود الاربعين دقيقة يعني اتناعش وتسعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش بعد منتصف الليل رح نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة هيك بيكون هاي اخر زاوية خلال هذا النهار يعني الزواية الثانية اللي رح تتشكل على حسب القوائم الفلكية هي رح تتشكل يعني يوم اربع وعشرين صحيح ولكن انه هي رح تكون بعد حلقة بكرة يعني الحلقة اللي رح نبثها بكرة رح نذكر هاي الزوايا فيها فعشان هيك اليوم احنا ما رح نذكرها بالنسبة للقمر حكينا انه هو موجود بالحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم خمس وعشرين اثنين رح يكون في تمام الساعة ثنتين وحد عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش اللي ينتقل بعدها القمر لبرج الحمل عمر القمر هو ولادة الهلال عمره يوم وفي تمام الساعة اربع وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره يومين نسبة الاضاءة بتكون تقريبا بحدود اثنين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها خلال هذا النهار وتحركاتها خلال الفترة القادمة الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثة المزاج ممتزج وحكينا ممتزج يعني بتقلب طول اليوم بين النحوسة والسعادة بظل متقلب القمر في الحوت حتى خمسة وعشرين اثنين المزاج سعيد عطارد في الحوت بتراجع حتى أربع ثلاثة وبعدين برجع للدلو مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاثة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين أربعة مزاج سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الجدي مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاثة وبعدين بنتقل للدلو مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في برج الحوت بمزاجه سعيد بلوته في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الجدي بمزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة أنتوا في أضعف وأقل أيام الشهر حض فلا تراهن على الحضوظ أبدا وما تحسم أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب اتوقع أن يكون هناك فوضى وتأخير وخسارة خلال هذا النهار هيك هي القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش اللي بتركز عليه خلال هذا النهار أنا شايف أنه اليوم عندكم اهتمام بشخصيتكم عندكم ثقة كاملة بشخصيتكم بنفسيتكم عندكم قدرة على إثبات ذاتكم معنوياتكم عالية رغم أنه في ضغوطات ولكن في أشياء برضو تكونوا أنتوا تتمتعوا بحيوية عالية بالنسبة للبيت الرابع شايف أنا أنه شوي في بعض الاهتمام على مستوى البيت أو أحد أفراد البيت أو ممكن اهتمام في بعض التصليحات أو التزبيطات أو المشتريات أو في حدث عائلي معين أنت بتكون مهتم فيه على المستوى العاطفي يعني أنا شايف فيه نوع من أنواع الروتين خلال هذا النهار فيه نوع من أنواع التواصل مع الحبيب أو بداية مشاورات أو مغازلات ممكن يكون فيه اليوم نوع من أنواع المرح أو التحركات للترفيه بالنسبة له بتك الثامن شايف أنه برضو فيه عندك نوع من أنواع الاهتمام المالي فيه نوع من أنواع الدعم ممكن يجيك من خلال إما أنك أنت تطلب قرض معين أو يكون فيه إلك نوع من التحصيل المالي أو الاهتمام في سداد بعض الديون أنك أنت اللي تستدها يعني مطالبة ممكن يكون فيه نوع من أنواع الدعم المالي رح يجيك عن طريق تعويض أو عن طريق مثلا استردادات مالية من دوائر حكومية مثل تأمين أو ضريبة رح يكون فيه برضو أنه ممكن أنت اليوم تلاقي إشي أنت كنت فاقده في الأيام الماضية تعتر عليه بطريق الصدفة أو أنه أنت يلفت انتباهك أنك أنت بدك إياه فتركز عليه عندك نوع من الاهتمام في الأمور الفلسفية والدينية والبعض المعتقدات ممكن تبحث في بعض الأمور الغيبية أو المغيبة مثل مثلا علوم الفلك أو شبيهها أو ممكن أنك تهتم في قصة تاريخية أو تبحث في سجلات تاريخية عن حدث معين أو عن شيء معين أو عن قصة معينة يعني بهذا المضمار أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه اليوم في عندك بعض التحركات على مستوى الدراسي أو الامتحانات ممكن يكون في عندك تفكير بالسفر أو أنك أنت عازم على اتصال مع ناس في الخارج أو مقيمين في دولة غير الدولة اللي أنت موجود فيها أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بدي أحذرك من بيت السمعة شوي اليوم الضرف ضاغط زيادة بأثر على سمعتك ما في داعي برضو للمشاكل على نطاق العمل مع زملائك في العمل أو المسؤولين في العمل حاول تنجز أعمالك يعني بالقدر اللي أنت بتقدر عليه حاول أنك ما تتغيب أو تتأخر عن عملك خلال هذا النهار يعني ممكن أنه بعض الأماني أو الأمنيات أو بعض الشعور في أشياء معينة اليوم يتعزز عندك من ناحية سلبية فحاول أنك أنت تسيطر عليه وما تخليه أنه يتفاقم ويأثر على نفسيتك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم ممكن يكون عندك نوع من أنواع فرض السلطة على بعض الناس اللي حوليك أو على بعض المعارف ممكن تحاول أنك تضغط على صديق معين أو ممكن يصير خلاف ما بينك وبين صديقك أو أحد ما عارفك فيحتد الأمر ويصل لمرحلة ممكن أنه ما يتسيطر عليها وتصل لمرحلة القطيعة فحاول أنك أنت ما تخسر علاقاتك والناس اللي بتعرفهم حاول أنك ما تحتد وما تنتقد وما تتدخل في شؤون الغير خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت متعبك فأنا شايف أنه برضو ضاغط عليك بشكل سلبي جدا فعشان هيك ممكن تشعر بعدم الارتياح أو بعض التعب أو الوهن ممكن يتراكم العمل عندك ما عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار فحاول أنك أنت تستجمع قوك وما تخلي هذا الكسل أنه يسيطر عليك للدرجة هاي صحيح أنه القمر موجود في بيت متعبك ولكن أنت بدك تحاول أنك تبذل جهد أكثر على أساس أنه ما تخليش الأعمال هاي تتراكم عندك زيادة عن اللزوم برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعك وتحقيق أمني بمساعدة أحدهم اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك اتحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران ولا تبقى وحيد اخرج للقاء الناس يعني هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف برضو نظرتنا للخارطة الفلكية عايش بتركز هذا اليوم يعني شايف أنا بالنسبة لبيتك الأول شخصيتك ونفسيتك اليوم يعني شيئا ما جيدة عندك ثقة في نفسك عالية جدا عندك بعض الأفكار حابب أنك أنت تنجزها خلال هذا النهار ولكن بدك يعني شوي تمسك أعصابك ما تتهور وما تعصب أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه اليوم على مستوى البيت في عندك بعض الاهتمامات البيتية أو العائلية ممكن يكون في عندك نوع الاهتمام في بعض النواقص أو الأعطال المنزلية أو شراء سلعة أو جهاز أو شيء له علاقة بالبيت من ديكور أو مكملات للمنزل اهتمام في بعض أفراد العائلة ممكن نقاش عائلي أو تواجد عائلي أو اهتمام بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة لبيتك السابع ببيت الشراك المالية والعاطفية فأنا شايف اليوم برضو عندك اهتمام بموضوع له علاقة بالشراك المالية والعاطفية ممكن يكون مصالحة وممكن يكون مبادرة لمشروع معين أو لتطوير فكرة أو بمشروع معين أو تقترح رأيك بالنسبة لتطوير شيء خلال الفترة القائدة يعني بكون برضو هذا الأمر لصالحك وبدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثامن فبكون عندك اهتمام بأمور لها علاقة بالقروض أو الديون أو ممكن أي شيء له علاقة بهذا القبيل ممكن تحاول أنك تأخذ قرض من البنك أو شيء له علاقة بسداد بعض الديون عن طريق الشركات أو الدوائر الحكومية مثل تأمين أو ضريبة أو إنجاز بعض المعاملات القانونية أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بقول لك بدك تنتبه اليوم أنت على المحق سمعتك يعني في طاقة سلبية موجودة كبيرة بتأثر عليك من تواجد بعض الكواكب فعشان هيك اليوم بدك تحذر من أي شيء بشوه سمعتك حاول أنك أنت اليوم تلتزم الهدوء وتمسك حالك ما تخالف القوانين حاول أنك تتعامل مع زملائك بالعمل بود ما تدخل بمشاحنات معهم ولا مع رؤسائك بالعمل حاول أنك ما تتأخر عن عملك حاول أنك أنت تنجز الواجبات اللي عليك بطريقة ممتازة وما تدخل في نوع من أنواع التأخير أو المماطلة فممكن هذا الإشي يسبب لك نوع من المشاكل الكبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم في نوع من أنواع الدعوة أو بعض الرغبة باللقاءة الاجتماعية أو بعض الزيارات اللي ممكن أنها تكون من الواجبات خلال هذا النهار حاول أنك أنت تنجزها وحاول أنك أنت تخرج وتلاقي الناس يعني شيئا ما بساعدك هذا الموضوع فإنك تتجاوز المرحلة هاي أو تخفف بعض الضغوط عليك ممكن بعض الأصدقاء أو صديق أو معرفي يساعدك في مسألة معينة أو يشور عليك في مسألة معينة فالفترة هاي إيجابية لهذا الموضوع أما بالنسبة لبيت متعبك فهو ضاغط عليك بشكل كبير لدرجة أنه ممكن تشعر في بعض التعب أو الإرهاق ممكن أنك أنت تتكاسل في إنجاز كثير من الأعمال اللي عندك اليوم ممكن تتغيب عن عملك أو تتأخر عن عملك وهذا الإشي ما بنفعك لأنه زي ما حكينا في بيتك العاشر ضاغط فحاول أنك أنت يعني تروح لعملك بالوقت المحدد وما تتأخر وما تراكم الأعمال عندك حاول تنجز أعمالك قدر الإمكان بالشكل الإيجابي يوم مناسب للاهتمام بالشؤون البعيدة ممكن تنجحه اليوم في السفر أو اتصال بعيد وممكن ترغبوا في التفاهم مع أحبائكم ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات الأضواء مسلط عليك كون جاهز لتحمل المسئولية هاي فترة مهمة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف الأمور اليوم النفسية عالية ثقتك بنفسك عالية حابب اليوم أنك أنت تنجز كثير من الأعمال عندك الاهتمام بنفسك برضو عالي جدا بالنسبة لبيتك الثاني أنا شايف أنه عندك بعض الاهتمامات المالية ممكن أنه يكون عندك نشاط بالعمل الإضافي أو استرداد بعض الأموال أو مطالبة في مساعدة معينة بدك شوية دعم مالي خلال الفترة هاي اليوم هذا مناسب أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف اليوم عندك كثير من الاتصالات والتحركات والاهتمامات ممكن اليوم يكون عندك نشاط معين أو إقناع أشخاص بفكرة معينة بدور في راسك أنت عندك قدرة كاملة على إقناع الآخرين بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية جدا اللي عنده امتحان اليوم أو تسويق لسلعة معينة رح ينجح في هذا الأمر أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف عندك كثير من الاهتمامات على مستوى المنزل ممكن اهتمام بأحد أفراد البيت أو أحد أطفالك أو بعض المشتريات أو المقتنيات ممكن تهتم في تصليحات أو ترتيبات للمنزل عندك نشاط كامل داخل البيت بدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الخامس فاليوم أضعف من يوم أمس من ناحية العاطفية في عندك نوع من التواصل العاطفي ولكن أنه مش بأوجه في بعض الشكوك موجودة عندك بعض الأفكار السيئة بتدور في خلدك يعني بتحاول أنك تهرب من اللقاء العاطفي أو أنك أنت تفرغ الطاقة العاطفية عندك في المجال اللي هو الترفيه أو المرح أو النزوات حاول أنك تسيطر على حالك على أساس أنه ما تدخل في مجال الغلط أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم عندك اهتمام كثير بأعمالك عندك كثير من الأعمال حابب أنك أنت تنجزها خلال هذا النهار حاول أنك تنجزها عساس أنه ما تتراكم عليك فيه نوع من أنواع شعور بالإرهاق أو التعب أو شد العضل تقريبا أو توتر العصبي حاول أنك تهدي حالك وما تترك هذا الإشي يأثر عليك ما فيه شي بستاهل التعب الصحي أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم فيه عندك بعض النشاطات بأمور إلها علاقة بالدوائر الحكومية أو بعض المؤسسات الحكومية ممكن عندك أنت نوع من المطالبات المالية أنت بتطالب فيها عندك بعض الديون أنت مداينها لأشخاص حابب أنك أنت تستردها خلال الفترة هاي أو أمور إلها علاقة بتأمين أو قرض أو من خلال مؤسسة حكومية حاول أنك أنت ما تخالف القوانين خلال الفترة هاي أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من المشاكل أو المعاكسات على مستوى السفر والاتصالات البعيدة وممكن كمان يكون فيه نوع من أنواع المشاكل بينك وبين بعض أحبابكم حاول أنك أنت تمسك حالك شوي هيك وما تندفع في الأمور وما تعتمد على الحظ إذا كان عندك سفر أو كان عندك امتحان وحاول أنك ما تنفعل أثناء اتصالاتك خصوصا مع أشخاص خارج البلاد إذا عندك امتحان حاول أنك تركز مظبوط وما تعتمد على الحضوض في منك وممكن يدخل بمشاكل قانونية فيحاول قدر الإمكان بالفترة هاي إنه ما يخالف القوانين وما يدخل في أي مواجهة مع رجال الأمن أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه اليوم يعني فيه شيء بضغط على سمعتك فعشان هيك بعزز الأمر اللي إحنا حكيناه بالنسبة لمخالفة القوانين ومواجهة مع رجال الأمن فحاول أنك أنت ما تخالف القوانين نهائيا بالفترة هاي حاول أنك أنت تكون منضبط بدون عصبية بدون أي تحركات هوجاء ممكن أنها تكون تهور مش مغامرة فما في داعي للمغامرات في خلال الفترة هاي إذا كان عندك أعمال حاول أنك تنجزها وفي مجال عملك حاول أنك أنت ما تدخل بمواجهات مع زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل وإنجز الأعمال الموكلي إلك في وقتها وما تخليها تتراكم أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه شوين عندك نوع من أنواع الحدية أو التسلط خلال هذا النهار ممكن تحاول أنك تفرض رأيك أو سلطتك على أحد المقربين منك أو على أحد معارفك أو على أحد أصدقائك فدير بالك أنه ممكن هذا الشيء يخسرك هذا الصديق في خلال الفترة فحاول أنك تمسك أعصابك وما تتهور أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه الأمور شوية رح تكون معك تحميك في بعض المسائل عندك قدرة على إنجاز هذه الأعمال ولكن أهم إش أنك ما تتأخر عن أعملك وما تحاول أنك تتغيب خلال هذا النهار برج السرطان بتنهمك في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض مع هيك خففوا من النفقات يعني القمر شوي بعد لكو نوع من أنواع التفاؤل بتستعيد حماستك وبتنعش صداقاتك وعلاقاتك خصوصا المهنية بتمارس جميع صلاحياتك بنجاح وكفاءة ما بتهدأ وطيرتك عندك نشاط عارم ممكن ترغب في السفر أو الدراسة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف إحنا إيش بتحكي لك الخارطة الفلكية إيش الإيجابي وإيش السلبي من اللي إحنا ذكرناه بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف أنه فعليا أنت اليوم عندك نشاط عارم عندك ثقة بنفسك عالي جدا حابب اليوم يعني تعمل أي تغيير أو مبادرة بالتغيير عندك ثقة بنفسك عالي جدا بالنسبة لبيتك الثاني عندك بعض الاهتمامات المالية ممكن أنه إذا بتشتغل في العمل الإضافي اليوم يكون فيه مردود مالي إلك جيد إذا أنت بتشتغل في شوء غير عملك يعني مثلا بتشتغل في عمل غير العمل اللي أنت فيه وعمل مساعد لإلك ممكن من خلاله يجيك مردود ممكن تجيك هدية أو يجيك منحة أو يجيك نوع من التكريم خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثالث عندك اليوم نشاطات واتصالات يعني رح تكون مجدية واللي عنده الامتحان رح ينجز بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الاهتمام أكثر اليوم على مستوى البيت على مستوى أفراد البيت ممكن عندك نوع من التغييرات أو بتفكر في منزل جديد أو تغيير في المنزل أو بعض الدكورات أو بعض المشتريات الهمة للبيت رح تكون إيجابية ورح تكون مفرحة وممكن يكون فيه نقاش عائلي وتكون أنت المتصدر ورأيك يكون ممتاز جدا أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه شوي بدعمك من ناحية العمل والصحة فما فيه أي خوف عليك لا في العمل ولا في الصحة إلا أنه يعني ممكن هيك ينتابك بعض الشعور اليوم في إنك ما تدوم بالموعد تتأخر شوي نوع من الكسل لكن حاول تكسر الحاجز هذا على أساس أنه ما يسجل عليك أي نقاط سلبية خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه ضاغط عليك من ناحية الشراكة المالية والعاطفية فبعض الأشخاص في عندهم مشاكل رح تكون أو مواجهات بينهم بين شركائهم الماليين أو العاطفيين يعني زوجه زوجة يعتبروا شركاء فهي ممكن أنه بين الأزواج يكون في بعض الخلافات حاولوا أمسكوا أعصابكوا وما تحتدوا في النقاش عشان المشاكل هاي ما تكبر أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الدعم اليوم على مستوى القروض وعلى مستوى المنح وعلى مستوى الهبات حاول أنك أنت تستغل هذا النهار حتى ممكن أنك أنت تحصل على بعض الأموال من الدوائر الحكومية إذا إلك أنت مثلا معاملة معينة في استرداد نوع من التأمين أو بوليسة أو شغلة مثل هيك ممكن تكون لصالحك ممكن أنت تطالب ببعض الديون إلك وتكون برضو يوم ممتاز لاستردادها أما بالنسبة لبيتك التاسع في عندك رغب اليوم جامحة للاتصال في أشخاص خارج البلاد أو بخطر عبالك تتواصل أنت وياهم حاول أنك أنت تستغل هذه الاتصالات بالشكل الإيجابي اللي تمنحك نوع من أنواع ثقة واللي عنده امتحان اليوم رح يقدم بشكل جيد نحكي مش جيد جدا ولكن أنا بنصح بأنه شوي أنه يدرس وما يعتمد على ذكاؤه أو على إيش اللي هو يحافظه وإذا كان عنده مسألة إلها علاقة بالسفر أو بالقانون يعني برضو نفس الشيء ما يعتمد على الحضوض ويحاود أنه يلتزم بالمواعيد أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو اللي ضاغط عليك ببيت السمعة فحاول أنك أنت ما تتهور وحاول أنك ما تتأخر وما تحاول تعمل أي شيء بإذي سمعتك حاول أنك أنت ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل ولا مع رؤسائك بالعمل حاول أن تكون على طبيعتك مرح ودمث وعندك قدرة لامتصاص غضب أي واحد ولكن إن احتد الأمر ودخلت بالعصبية فأنت هيك رح تكمل الأمور وتكبرها وتيجي المشاكل عليك فأهم شيء برضو أنك ما تخالف القوانين ولا تعمل أي مواجهات مع رجال القانون أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الأمور بتدعمك من ناحية العلاقات الاجتماعية والنشاطات الاجتماعية وممكن دعم من الأصدقاء ممكن هدية أو تكريم أو مناسبة معينة تحضرها فيكون فيها إشادة فيك أو نوع من التأييد لإلك أو لأراءك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف بيت المتاعب شوي ضاغط عليك فعشان هيك اليوم رح تشعر أنه أنت ما عندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور رح تشعر ببعض التعب وحكينا بيتك السادس بدعمك فهذا التعب مؤقت ما رح يكون هالإشي الكثير حاول أنك ما تستسلم وما تتأخر عن عملك وحاول أن تنجز أعمالك بالشكل المناسب وإحذر من أي أشخاص ممكن أنهم يستغيبوك أو يحاولوا أنهم يتآمروا عليك في خلال هذا النهار أنه تخلي أمورك دائما مغطية وسرك لإلك ما تبوح بسرك لأي أحد برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية حاذر إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة بتعالج أمور مالية أو إرثية أو ممكن تنشغل بتخليص معاملة رسمية أهم شيء أنك ما تتذمر هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك أنا شايف بالنسبة لبيتك الأول اليوم شخصيتك جيدة عندك ثقة بنفسك عندك كثير من الأهداف اليوم حابب أنك تنجزها أو تحققها في عندك نوع من أنواع النشاط والثقة بالنفس العالي عندك نوع من الاهتمام بالتنقلات والسفر ممكن السفر القصير يعني مش السفر اللي بعيد ممكن يكون عندك بعض النشاط الداخلي عندك أفكارك قوية جدا عندك سرعة بديهة عالية عندك قدرة على الإقناع بوجهة نظرك أهم إيش أنك ما تتسلط حاول أنه إذا صار في خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أنك أنت تمسك أعصابك بالنسبة لبيتك الخامس يعني رح يكون فيه نوع من الأهتمام بالحبيب وروح نوع من التواصل ممكن لقاء ممكن اتصال ولكن أنه برضو عندك يعني حب للترفيه خلال هذا النهار أو أنك أنت تطلع في شيء هيك فيه نوع من أنواع الدعم لا إلك ولكن بدك تحاول أنت إذا خرجت بترفيه أو في شيء مسلي أو نزوة حاول أنك أنت ما تنفعل وما تتهور أما بالنسبة لبيتك السادس فشوي الأمور بالنسبة لأعمال يعني ممكن تكون كثير اليوم وعندك قدرة على إنجازها ولكن أنه بدك تدير بالك عليها على إنجازها وعلى صحتك أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية شايف نوع من أنواع التواصل الإيجابي رح يكون بينك وبين الشريك ممكن شريكك بالعاطفي أو شريكك بالعمل رح يكون نقاش إيجابي وفي نوع من أنواع الود أما بالنسبة لبيتك الثامن فرح يكون عندك اهتمام بأمور غيبية الأمور الغيبية هاي بتيجي على أكثر من باب حكينا عن التعويض حكينا عن الإرث حكينا عن أشياء لها علاقة بالاستردادات المالية من الدوائر الحكومية أو نوع من أنواع الشيء القانوني فحاول أنك انت ما تخالف القوانين وحاول أنك أنت ما تهمل أي نقاط ممكن أنها تسبب لك مشاكل ممكن يصير في عندك مطالبة مالية بدين معين وممكن تسترده خلال هاي الفترة حاول أنك أنت برضو ما تخالف القوانين هي ذكرتها أكثر من مرة أما بالنسبة لبيتك التاسع فحاول اليوم اللي عنده امتحان أو عنده سفر أو عنده تنقلات يكون حذر وما يعتمد على الحظوظ بد يكون مفتح مظبوط ما في داعي للمغامرات وهذا المغامرة في يوم زي هيك ممكن تحتسب تحت باب التهور حاول أنه أنت تكون حذر وما تعتمد على الحظوظ نهائيا أما بالنسبة لبيتك العاشر فأعمالك أنت قادر تسيطر عليها بشكل إيجابي علاقتك بالعمل مع زملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل ممكن يعني شوي كون في نوع من عندك هيك أنك يعني تأخذ فكرة غلط أو بحساسيتك تفكر أنه الأمر أنت المقصود فيه بعد دقائق أو ساعات بتلاقي أنه أنت كنت غلطان وأنه ما في من هذا الموضوع نهائيا أنت وضعك جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر يعني ما بتقدر اليوم أنت تلتزم مع حدا على موعد أو على مقابلة أو على شيء عندك بعض الأمور اللي ممكن أنها تدخلك في نوع من أنواع الحيرة أنه ممكن تجيك دعوة فأنت تحتار أروح عليها ولا ما أروحش عليها أتواصل ولا ما أتواصلش لقاءاتك مع الأصدقاء ممكن تتهرب من بعض الأصدقاء بسبب مزاجيتك فحاول أنك تكسر القاعدة هاي وتتواصل وتلب الدعوة يعني ممكن هذا الإشي ينعش من معنوياتك شوي أما بالنسبة لبيت متعبك فشوي ضاغط عليك فعشان هيك منعيد منكرر ما في داعي لمخالفة القوانين ولا الحدية في التعامل ولا العصبية حاول تكون لين إنجز أعمالك وحاول ما تتأخر عن دوامك حاول ما تتغيب وما تخلي الأمور العمالية أو الأعمال الموكلة لإلك تتراكم عندك حاول أنك تنجز كل شيء بوقته برج العذراء بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكتكم يوم مناسب لاتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة هاي الفترة شوي فيها صعبة وبتعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر من المشاكل على أنواع المشاكل أيام الشهر لأن القمر موجود مقابلك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية أيش بتحكي لك؟ يعني شخصيتك اليوم شوي عندك الاهتمام بشخصيتك وعندك اهتمام بنفسك عالي جدا هذا بدعمك شوي بالطاقة بالنسبة لبيتك الثاني عندك كثير من المطالبات المالية أو الأمور اللي بتطلب المال بتهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك الثالث عندك كثير من التنقلات ولكن بما أنه الثالث والثاني فبقولك دير بالك من المصاريف اللي مائلها داعي أما بالنسبة لبيتك الثالث كامل فبقولك أنا اليوم ممكن يكون عندك كثير من الاتصالات والتحركات والنشاطات وممكن هاي يتعزز قدراتك وممكن تجيب لك أخبار منيحة لأنها دعميتك بشكل كويس واللي عنده امتحان ممكن ينجز بشكل ممتاز جدا أما بالنسبة لبيتك الرابع فبيحكي عن أمر عائلي أنت راح تهتم فيه أو اهتمام بأحد أفراد العائلة بصحتهم مثلا أو يكونهم بحاجتك فأنت تدعمهم بشكل ممتاز حاول أنك أنت تكون إيجابي على مستوى البيت إن كان صار عندك بعض الأعطال المنزلية واهتميت فيها أو بعض المشتريات المالية المنزلية فحاول أنك أنت ما تعصب وما تتذمر وخلي الأمور تمشي على خير أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف صحتك جيدة اليوم عندك بعض النشاط وعندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال اللي بتوكل إلك صحتك يعني ما فيه هالإشي الكثير ولكن بأرضه بتستدعي منك الاهتمام بصحتك شوي أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف هنا الحدية والنفور وفعلا هو يعتبر من أصعب أيام الشهر على مستوى الشراك المالية والعاطفية فعشان هيك يبدك تنتبه من أي مواجهات أو خلافات أو نفور أو توتر ما بينك وبين شركائك في العمل وفي العاطفي أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم عندك بعض المجازفات ولكن أنا بقول لك دير بالك من المخالفات القانونية لأن هذا الإشي رح يفتح لك مشاكل أنت بغنى عنها خصوصا مع رجال القانون أو مع الدوائر الحكومية وحاول أنك إذا إلك بعض المعاملات أنك تمشي فيها بشكل قانوني بدون أي مخالفات أما بالنسبة لبيتك التاسع فعندك اليوم كثير من التحركات وممكن تفكر بالسفر ممكن يكون عندك امتحان أو دراسة أو شيء له علاقة بالاتصالات الخارجية أو المراسلة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد حاول أنك أنت تستغلها بشكل إيجابي أما على مستوى بيتك 11 فاليوم عندك كثير من التحركات الإجتماعية الاتصالات في بعض الأشخاص بعض الأصدقاء تواصل معهم ممكن طلب المساعدة أو المشهورة منهم وهذا الإشي رح يدعمك بشكل إيجابي وممكن تلاقي نوع من أنواع المساعدات من أشخاص أنت بتعرفهم أما بالنسبة لبيتك 12 بيت متاعبك فأنا شايف أنه كمان بيحذرك من المواجهات مع رجال القانون أو المخالفات القانونية يدير بالك الفترة هاي سيئة وهذا بيت متاعبك ما في مزحة معاه فعشان هيك بدك تكون حذر كمان بدك تهتم بصحتك بشكل كامل وما تتأخر عن عملك وما تخلي أعمالك تتراكم عندك وما تدخل بأي نقاشات حدي مع أي شخص بيشتغل معك أو في مكان عملك برج الميزان بيبدأ العمل بتراكم لديكم حاول إنجاز ما بوسعكم دون الإهمال صحتكم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا واهتم بسلامتك الجسدية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتدعم من هذا الكلام وإيش بتغير من هذا الكلام بالنسبة لشخصيتك شوية شايفها أنا يعني عندك ثقة بنفسك عالية خلال هذا النهار عندك اهتمام بنفسك جيد حتى ممكن اهتمام بمظهرك يكون عندك اليوم كثير من الاتصالات والتنقلات ممكن يكون عندك امتحان أو مقابلة رح تبدع فيها يعني فرض رأيك أو قدرتك على إقناع الآخرين عالية جدا حاول إنك تستغلها بشكل إيجابي وإذا عندك سلعة معينة حابب تروجلها اليوم مناسب أما بالنسبة لبيتك الرابع في نوع من أنواع الاهتمام على مستوى البيت في حل مشكلة معينة أو قضية معينة أو الاهتمام بشؤون أحد أفراد البيت أو العائلة حاول إنك أنت تكون إيجابي أما بالنسبة لبيتك الخامس فعندك بعض اللقاءات العاطفية ولكن ممكن يكون فيها نوع من أنواع التواصل ويكون فيها نوع من أنواع الفتور يعني كأنه روتين عادي يعني ما في طاقة كبيرة تعزز الطاقة العاطفية عندك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف إنه بدك تهتم في صحتك وحاول إنه ما تخلي الأعمال تتراكم عندك في نوع من أنواع الإرهاق أو نوع من أنواع الضغوط اللي رح تنهال عليك خلال هذا النهار حاول إنك أنت تتجاوزها بشكل إيجابي عندك اهتمام على مستوى الشراك المالية والعاطفية في مسألة معينة ممكن يكون مع أحد الشركاء بالعمل أو شريكتك في المنزل أو شريكك في المنزل حاول إنك تتواصل معه بشكل إيجابي بدون أنك تحتده بالعصبية أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا بقول لك إنه اليوم ممكن يكون عندك بعض الاهتمام للأمور البنكية أو الأمور للقرض أو نوع من أنواع الاهتمام بميراث مثلا أو بديون معينة بتحب إنك تستردها أو تحصل بعض الأموال اللي إليك هذا يوم بدعمك بشكل إيجابي أما على مستوى بيتك العاشر فأنا شايف إنه اليوم أنت يعني رغم الأعمال إنها كثيرة ولكن أنه أنت بتقدر تنجز منها إذا حطيت في بالك إنك أنت تنجز علاقتك مع زملائك في العمل ورؤسائك في العمل جيدة في نوع من أنواع التواصل بينك وبينهم ممكن تطلب منهم مساعدي ويساعدوك في كثير من الأمور أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف إنه ممكن تتوجه لك دعوة اليوم أو يكون في عندك بعض النشاط مع بعض الأصدقاء أو صديق معين يعني تطلب منه المساعدة في مسألة معينة أو أحد المعارف فيساعدك فيها بدون تلك أما بالنسبة لبيتك 12 فهو بضغط على بيتك السادس فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي وبدك تراقب طاقتك بشكل إيجابي وحاول إنك ما تنهك حالك أو تجد حالك زيادة عن اللزوم وحاول إنك تأخذ قصة من الراحة من وقت لآخر برج العقرب تجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي ببعث على البهج والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلكؤ حضر جيدا لأعمالك وما ترتجل ممكن تنطلق اليوم بمشروع جديد أو تلتقي تتلقى إيجابي أو إشارة مهمة ابتسم الحظ إلى جنبك وكمان أمورك العاطفية اليوم جيدة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف إحنا خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك أنا شايف بالنسبة للبيت الأول اليوم شخصيتك أحسن عندك نوع من الاهتمام بنفسك عالي جدا حابب إنك أنت تعمل نوع من أنواع تغيير ممكن حتى لو بقصة شعرك حاول إنك أنت اليوم تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم لأي ضغوط وتنبسط في هذا اليوم اللي بيحملك كثير من الأمور الإيجابية بالنسبة لبيتك الثاني أنا شايف اليوم برضو في نوع من أنواع التحركات على الأمور المالية ممكن أنت بتدور على دعم معين أو اللي بيشتغلوا في مجال العمل الإضافي اليوم ممكن يحصلوا على بعض الأموال وممكن تجيك هدية أو مكافأة معينة أما بالنسبة لبيتك الثالث عندك كثير من التحركات والاتصالات اليوم وممكن منك يكون عنده امتحان أو مقابلة رح يناقش ويجادل ويفرض رأيه لأنه عنده قدرة إقناع عالية جدا في نوع من أنواع الاهتمام على المستوى العائلي أو المستوى المنزلي لمشكل معينة أو الاهتمام بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أن الأمور العاطفية عندك محتدة شوي ممكن تختلق أنت المشاكل أو تتحجج في مسألة معينة ممكن تثور من أي تصرف أو تقصير من قبل الحبيب فعشان هيك حاول أنك تمسك حالك وما تخليها تسيطر عليك لأنه ممكن أنه توصل لمرحلة أنه يصير في نوع من النقاشات الحدي وتنفصل أنت والحبيب في خلال الفترة هاي فحاول أنك أنت تمسك أعصابك من النقاشات الحدي وما في داعي بالفترة هاي لا للمجازفات العاطفية ولا للتهورات العاطفية ولا للمغامرات العاطفية لأنه في طاقة سلبية كبيرة في الموضوع ممكن أنها تسبب لمشكلة لألك أما بالنسبة لبيتك السادس فعندك قدرة هائلة لإنجاز كثير من الأعمال خلال الفترة هاي وحتى لو كثرت الأعمال هاي في عندك طاقة لإنجازها صحتك جيدة ما في أي شيء بضغط عليها إلا أنه بيت متعبك شوي بعطيك بعض الوهن أو شعور بالتعب حاول أنك ما تستسلم له وحاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم للمرض أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف اليوم عندك بعض التحركات للأمور الغيبية أو الفلسفية أو العقائدية حاول أنك أنت ما تدخل بنقاشات حدي حاول أنك تعرف عن إيش بدك تركز أو إيش بدك تدرس أو عن إيش بدك تبحث فاهتمامك رح يكون جيد ممكن منك بعض الأشخاص يهتم في قرض أو في أمور بنكية اليوم جيد وممتاز أما بالنسبة لبيتك التاسع فأي اتصالات مع الخارج أو امتحانات جامعية أو مقابلات على مستوى الدراسة العليا أو ممكن حتى اتصال مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن أنت عندك اهتمام بالسفر أو بأمور السفر كلها أمور إيجابية وبتدعمك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من النشاطات مع الأصدقاء وممكن لقاء أو دعوة تتوجه لك خلال هاي الفترة فيكون فيها شيء مثمر لإلك أو إنجازات أو مساعدات من أشخاص أنت بتعرفهم مع مستوى العلاقات العامة أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو اللي بضغطك في سمعتك وبضغطك في بيت متاعبك فحاول أنك اليوم أنت تحمي نفسك ما تكشف سرك لحدة وما تستسلم لأي مسألة معينة حاول تنجز أعمالك ما تتأخر عن عملك حاول أنك أنت تعمل كل اللي بوسعك عشان ما تخلي الأعمال هاي تتراكم وراقب صحتك برضو مش غلط وحاول أنك أنت يعني تأخذ قسط من الراحة من لحظة لأخرى برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتعززوا الروابط العائلية لطف من الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات بترتفع نسبة الحظوظ بشكل كبير هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف إحنا التوقعات على حسب الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف اليوم عندك كثير من الدعم عندك كثير من الطاقة حابب أنك تعمل نوع من أنواع التغيير حتى لو في شكلك أو في لبسك أو في أي شيء بتعلق بمظهرك أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من الاتصالات والتحركات والنشاط في منك ويمكن يكون عنده امتحان أو مقابلة أو ممكن ترويج لسلعة معينة رح يكون هذا كله إيجابي أما بالنسبة لبيتك الرابع في بيت البيت فأنا بحكي لك دير بالك من أي مشاحنات حاول أنه أنت ما تلطف الأجواء ما تدخل بأي نزاعات داخلية داخل البيت ممكن يصير في عندك بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمام في تصليحات أو ترميمات منزلية دير بالك من الخلافات مع أحد أفراد العائلة لأن الخلافات هاي رح تكون بقمة طاقتها السلبية وممكن أنها تكبر لمشكلة كبيرة تصير عائلية أما بالنسبة لبيتك الخامس عندك بعض الاهتمامات العاطفية اليوم بعض الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات العاطفية ممكن أنك تفكر في خروج أو في فسحة أو في نوع من أنواع المغامرة فحاول أنك أنت ما تتهور في استغلال هاي الطاقة اللي عندك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الأمور جيدة جداً على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال وبتقدر أنك أنت تحل كثير من المسائل خلال هذا النهار وراقب وضعك الصحي أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه اليوم برضو عن مستوى الشراكة المالية والعاطفية يعني فيه إشي بسيط من الحظوظ فيها بتدعمك ولكن دير بالك من الخلافات مع شراكائك بالعاطفة حاول أنه النقاشات تكون ودية لأجل أنك تصلوا لحل معين أو لترتيب الوضع القادم بالعلاقة ما بينكو بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم عندك كثير من الاهتمامات بالمسائل الغيبية أو الأمور اللي علاقة بالنقاشات العقائدية أو الفلسفية حاول أنك أنت تدخل فيها ولكن احذر من أنك تتورط في مشاكل أنت أو في مسائل تكون صعبة عليك أو أنه صعبة على إدراكك حاول أنك أنت برضو اليوم إذا في عندك أي مسائل للعلاقة بالقروض أو البنوك أنك تنجزها لأنه الأمر رح يساعدك بشكل كبير ورح يدعمك بشكل ممتاز جدا أما على مستوى بيت السمعة فأنا شايف أنه اليوم عندك نشاط عارم بأنك بتقدر تنجز كثير من الأمور على مستوى الأعمال علاقتك بزملائك بالعمل أو بالمسؤولين عنك ممتازة جدا كمان كثير أنت بتقدر تنجز الأعمال لها علاقة بسمعتك وتعزز ثقة الناس فيك وتثبت للجميع بأنه أنت على قدر كامل من المسؤولية أما بالنسبة لابيتك 11 فعندك بعض النشاطات الاجتماعية أو اللقاءات الودية مع بعض الأصدقاء أو بعض الاتصالات ممكن تساعدك بشكل إيجابي جدا بطلب المساعدة أو معاونتهم إلك في كثير من الأمور أما بالنسبة لابيتك 12 فرح تحس في بعض الإرهاق في أوقات من النهار نوع من التعب أو الكلل أو عندك يعني رغبة بأنك تأخذ إجازي أو ما تداوم اليوم أو تتأخر عن عملك فأنا بقول لك هذا مش لمصلحتك لأنه هذا ممكن يتسجل عليك وممكن يتراكم عندك العمل بطريقة أنت ما بتتوقعها راقب وضعك الصحي وحاول أنك أنت ما تدخل في أمور تجهدك زيادة عن اللزوم برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للتقديم لا امتحان أو لمشاركة في مؤتمرات أو الندوات بتنجحوا في طرح موضوع حساس وبتقدم عمل مهم بلفت الأنظار والإعجاب هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك أنا شايف أنه اليوم شخصيتك ممتازة جدا عندك اهتمام بنفسك عندك حب أنك أنت تعمل أي شيء تكميلي يكمل شخصيتك ممكن لبس ممكن قصة شعار ممكن الاهتمام بمظهرك أو حتى بحيويتك عندك اهتمام بالأمور المالية يعني بتحاول أنك تسعى يعني لفوترة بعض الأمور أو الالتزامات اللي عليك عندك قدرة على إنجازها ممكن اليوم يجيك دعم معين أو تساهم في حل مشكلة مالية معينة أو ممكن يجيك نوع من أنواع المال عن طريق عمل إضافي أما بالنسبة إلى بيتك الثالث فأنا بقول لك بدك يدير بالك اليوم أثناء ترقلاتك ما فيه لأداعي للتهور أو المجازفة حاول أنك تنتبه أثناء القيادة ممكن يصير نوع من أنواع الأعطال على مستوى أجهزتك في المواصلات والاتصالات يعني سيارتك جهازك الهاتف كمبيوترك ممكن يصير فيه عطل معين واللي عنده امتحان اليوم بده ينتبه ويحضر جيدا وما يرتجل لأنه ممكن يكون هذا إشي سلبي عليه أما بالنسبة إلى بيتك الرابع فأنا شايف أنه شوي عندك بعض الاهتمامات المنزلية عندك ممكن تنظيفات أو ترتيبات أو ديكور معين أو الاهتمام ببعض التصليحات لبعض الأعطال المنزلية أو النقاش حول مشكلة عائلية معينة وتحاولوا أنك تحلوها أو توصلوا لحل مناسب أما بالنسبة إلى بيتك الخامس فلقاءتك العاطفي ونشاطك العاطفي عالي جدا بأوجه ممكن أنه اليوم أنت تتواصل مع الحبيب بشكل ممتاز جدا ويكون فيه عندك حلول أو تطوير لمرحلة قادمة ولكن بدك تدير بالك من النزوات ومن المغامرات العاطفية أما بالنسبة إلى بيتك السادس فأنا شايف أنه إيجابي جدا بدعمك بالأعمال وبالصحة عندك حيوية عالية وعندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال أما بالنسبة إلى بيتك السابع فأنا شايف أنه عندك قدرة على التواصل مع شريكك بالعاطفي أو شريكك بالعمل وتنجز كثير من الأمور وحتى أنك تعمل خطة لتطوير عمل معين أو شيء معين ما بينك وبين الشريك بالعمل وبالعاطفي أما بالنسبة إلى بيتك الثامن في بعض الاهتمامات بالأمور الغيبية أو الأمور الفلسفية والعقائدية وممكن تدخل بنقاشات في هذه الأمور خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يكون عنده اهتمام لمسألة بنكية أو أمور قرد أو نوع من أنواع التسويات المالية رح يكون هذا الأمر لصالحكم وممكن يجيكم دعم معين من جهة قانونية أو من خلال مؤسسة كتأمين أو تعويض أو شيء له علاقة بالتعويضات المالية أما بالنسبة إلى بيتك التاسع فأنا شايف أن اليوم عندك رغبة بالسفر أو تفكير بالسفر عندك كثير من الانتصالات الخارجية مع أشخاص خارج البلاد بتحاول أنك تصل لحل معين ممكن أنك أنت بتفكر في نوع من أنواع الاستيراد أو نوع من أنواع التواصل مع الجهة أجنبية معينة لحل كثير من المشاكل اليوم رح يكون لصالحك حتى لو كان عندك امتحان أو قضية قضائية بالنسبة لبيتك العاشر في عندك كثير من الأشياء اللي إلها علاقة في بيت السمعة فعشان يمكن تحقق أمني معينة أو يتحقق لك رغبة معينة خلال هذا النهار تسعدك باتجاه جيد وممكن يكون فيه نوع من أنواع التواصل مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل وتصل لأنهم يساعدوك في شيء معين أو أنهم يدعموك في حل بعض الأعمال الصعبة اللي بين إيديك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف اليوم دعم الأصدقاء إلك عالي في عندك نوع من أنواع الدعوة أو نوع من أنواع أنك تروح على مناسبة معينة أو تتواصل مع بعض الأصدقاء لمساعدتك في مسألة معينة أو أن تساعد بعض الأصدقاء يعني فيه أمور إيجابية رح تكون من خلال علاقاتك العامة أما بالنسبة لبيت متعبك فشوي بضغطك نفسيا وبضغط على أعصابك ممكن تشعر ببعض التعب الصحي حاول أنك ما تستسلم لهذا الموضوع وحاول أنك أنت تنجز كثير من الأعمال هاي وما تخليها تتراكم عليك ما تحاول تأجل أو تجدول أعمالك لأنه إذا أجلتها أو جدولتها راح ينحسب عليك هذا الشيء وممكن يسبب لك بعض المشاكل في الفترة القادمة برج الدلو ابتحصلوا على مبلغ من المال بدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي تستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر من المبالغة بمصاريفك وعطائك ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك يعني شخصيتك اليوم جيدة عندك حب التحرك جيد اهتمامك بنفسك جيد ثقتك بنفسك عالية على الأمور المالية عندك كثير اليوم من الالتزامات والمصاريف المفاجئة ممكن تجيك وتنضغط ماليا أو يكون فيه نوع من أنواع المطالبات المالية حاول أنك أنت ترتبها بشكل جيد وما تسمح للأمور أنها تتراكم عندك حاول أنك ما تصرف فلوسك في المكان الغير مناسب أما بالنسبة لبيتك الثالث أنا شايف عندك كثير من التحركات والاتصالات خلال هذا النهار ممكن شوي يكون عندك حلول لبعض الأمور وممكن أنك أنت يكون عندك امتحان أو ترويج لسلعة معينة اليوم مناسب أما بالنسبة لبيتك الرابع ففي بعض الأمور العائلية بتلفت انتباهك خلال فترة هاي أو بتكون مهتم فيها ممكن تهتم بصحة أحد المقربين لإلك أو تتواصل مع أحد المقربين لإلك لحل مسألة معينة أو مسألة عائلية عالقة ممكن الاهتمام في منزلك أو بعض الأمور المنزلية من ترتيبات أو تصليحات أو صيانة يعني البيت رح يلفت انتباهك بشكل كبير أما بالنسبة لعواطفك فأنا شايف أنه اليوم في عندك كثير من التحركات العاطفية ممكن تهتم في مسألة عاطفية معينة أو حل مشكلة عاطفية معينة فاليوم رح يكون لصالحك دير بالك من الترفيه والنزوات لأنه ما رح تكون لصالحك خلال هاي الفترة أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه صحتك جيدة عندك قدرة على حل كثير من الأمور العالقة من الأعمال أو أنك عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال المكللة إلك وعندك اهتمام بصحتك أما بالنسبة لبيتك السابع فعلى مستوى الشراك المالي والعاطفية أنت عندك اهتمام عالي ممكن اليوم تصلوا لحل مشكلة معينة ما بينك وبين الشركاء وممكن أنه أنت تحطوا نقاط جديدة للفترة القادمة كيف أنتوا بتكترتبوا الفترة القادمة بشكل إيجابي بينك وبين شركاءك بالعمل وبالعاطفية يعني زوج أو زوجي أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم في عندك اهتمامات كثيرة في الأمور البنكية والقروض والأمور القانونية عندك ممكن أنك تحاول تطلب قرض معين الوضع بدعمك بشكل إيجابي ممكن أنت بتحاجي إلى بعض المردودات المالية ممكن أنت بتطالب ديون لا إلك الفترة هاي مناسبة أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف اللي عنده امتحان أو سفر أو تفكير بالسفر خلال الفترة هاي الفترة إيجابية ممكن تهتم بشؤون أحد الأشخاص خارج البلاد أو يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع مؤسسة أو مع أشخاص من خارج البلاد أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه على مستوى العمل أنت قادر تنجز كثير من العمال الموكة للا إلك ممكن يصير فيه نوع من التعاون بينك وبين زملائك في العمل أو رأسائك في العمل ويكون هذا الأمر إيجابي بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه فيه بعض اللقاءات اللي مع الأصدقاء أو مستوى علاقاتك العامة ممكن يساعدك في مسألة معينة خلال هذا النهار ويكون الأمر فيه نوع من أنواع التعاون أو خطة مساعدة للمستقبل تكون إيجابية جدا أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه شوي بيضغط عليك صحيا وبيضغط عليك معنويا ممكن تتغيب عن عملك أو تتأخر عن عملك حاول أنك أنت تنجز العمال الموكة للا إلك وما تخليها تتراكم اهتم بصحتك شوي وحاول أنك أنت ترتب كل أمورك بشكل جيد بدون إهمال أو تقصير برج الحوت تبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيد إليكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتعزز معنوياتكم من جديد وبتتحمس لمبادرة لإدخال تعديل على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات تنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورشة جديدة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنك اليوم عندك نوع من أنواع الإهمال والتقصير في نفسك يعني شايف حتى نوع من أنواع الضغط النفسي موجود عندك ما عندك يعني قابلية حتى للتغيير على شكلك يعني فيه نوع من أنواع الكسل أو الملل أو الإحباط حاول أنك أنت تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي موجودة وتنطلق إلى هذا النهار تستفيد من الأشياء الإيجابية اللي موجودة حواليك بالنسبة لبيتك الثاني أنا شايف عندك اليوم اهتمام بالأمور المالية وممكن أنت بتطالب بعض الأموال اللي إلك عن طريق عمل إضافي أو هدية معينة ممكن تجي خلال هذا النهار أو نوع من أنواع التكريم عندك كثير من النشاطات والسفريات أو التنقلات الداخلية مش السفر اللي بعيد فعشان هيك اليوم عندك لو صار نقاش عندك قدرة على إقناع أي شخص بوجهة نظرك ممكن تروج لسلعة معينة بشكل إيجابي وتحقق إنجازات ممتازة أما على مستوى بيتك الرابع فعندك اهتمام بالمسائل البيتية والعائلية وممكن شئلوا علاقة بالبيت أو بمع أحد أفراد المنزل أو العائلة ممكن أن تدخل بنقاش لحل مسألة معينة فيكون الأمر إيجابي أما على مستوى بيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الأعمال بتقدر تنجزها عندك اهتمام بصحتك عندك دراسة أو بحث في موضوع صحي حاول أنك أنت تأخذ الجانب الإيجابي وما تتخوف وما تتوسوس أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف في لقاءات على مستوى الشراك المالية والعاطفية أو نوع من أنواع التواصل مع شركائك ممكن هذا الأمر تصل فيه لحل أو لبت لبعض الأمور أو تحديد مسار الفترة القادمة بالتعامل ما بينك وبينهم ممكن تطرح فكرة معينة أو مشروع معين أو تطوير معين ويكون له صدى وإيجابية أما بالنسبة لبيتك الثامن اللي بيفكر في قرض أو نوع من أنواع المساعدة أو سلف معينة هذا النهار ممتاز جدا فيه منك راح يهتم بشيء له علاقة بالأمور البنكية أو له علاقة بالأمور القانونية أو الجهة الرسمية ممكن استرداد بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمواريث أو اهتمام في أمور بالميراث مثلا أو بأمور أموال إلك تيجي من تأمين أو من تعويض أما بالنسبة لبيتك التاسع في فترة النهار ممكن يصير عندك رغبة بالتفكير بالسفر أو بالتواصل والاتصال مع أشخاص خارج البلاد أو مع جهة أجنبية اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة خلال هذا النهار راح تكون لصالحه أما بالنسبة لبيتك ك11 فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع التواصل على مستوى العلاقات العامة ممكن تطلب مساعدة أو معاونة من صديق لا إلك أو يعاونك فيه مسألة معينة وتكون نتيجة إيجابية ولصالحك ممكن يصير فيه دعوة تندعي لحفلة أو مناسبة ويكون وجودك له حيوية خاصة أو دعم خاص جدا أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه شوي في نوع من أنواع الضغط عليك جسديا وصحيا ونفسيا ممكن ما عندك طاقة لإنجاز كثير من الأعمال حاول أنه اليوم ما تتغيب عن عملك ولا تتأخر حاول تنجز الأعمال بدون ما تتركها تتراكم اهتم بصحتك بشكل جيد أخذ قصط من الراحة وما في داعي أنك أنت تطلع سرك لا أي شخص كان في هذه الفترة هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا رضى الله ورضى الوالدين أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء